اشتركوا في القناة 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 كده احنا سبتنا الدريل في الملزمة اهوت وبعدين هابدأ استخدم حجر الجماطة ده نجربه كده ونشوف هيعمة دي انا عندي هنا ده مبخر مبخر نحاس قديم اهوت تمام زي ما احنا شايفين كده هنبدأ نحاول نلماعه هستخدم ده حجر الجماطة ده بحط شوية منه على الطارة وبعدين ابدأ باقي ألماعه ونشوف مدى تأثيره احنا شايفين السطح ده اللي احنا لماعناه من السطح الداخلي اللي ملمعش طبعا نفرق واضحة هوت ده كله كده الناتج عن موضوع الصنفرة وده اثر الصدى بتاع النحاس اهوت تمام والنتيجة زي ما احنا شايفين كده يعني انا شايف اللمعة ممتازة جدا يعني قرانة بالوضع الاول يعني بالنسبة لي حجر الجماطة ده فانا شايف ان هو يعني اعتبر متوسط الجودة مش جايد قوي انا شايف ان فيه انواع اجود منه هو موجود طبعا في تقريبه في معظم الدول العربية ولكن انا معرفش موجود فين تحديدا في مصر فياريت برضو اللي عنده معلومة يكتبها يشاركنا بيها ويبقى جزا الله خير لو انت ما قدرتش خارس توصله هكتبلك او هسيبلك في شريط الوصف الرابط بتاع الشراء بتاعه وطبعا انا جبت يعني خمس قطع مع بعض كان سعرهم حوالي 13 دولار انا شايف ان السعر يعني انت لو جبت قطعة واحدة مثلا خاصة بالمعدن اللي عندك لو كان عندك نحاس عندك حديد اختار الحجر المناسب ليه هيكون طبعا سعره ارخص لكن الخمسة مع بعض سعرهم كان حوالي 13 دولار وجودتهم متوسطة طيب بالنسبة لصابونة التنظيف دي انا شايف ان هي جيدة جدا تمام ولكن سعرها كم سعرها حوالي 12 دولار فانا شايف ان هي يعني سعرها غالي مقارنة بقيمة الصنفرة نفسها يعني الصنفرة عشان ننظفها نجيب لها مثلا صابونة او شامعة زي دي ب13 دولار مش عارف يعني انت على حسب بقى الصنفرة اللي انت بتستخدمها ولكن انا شايف ان هي جيدة سيب لك ان شاء الله في شريط الوصف روابط الشراء بتاعة المنتجات العرضان النهاردة وكمان فيديو عن طريقة لحام شريط الصنفرة بطريقة دوم معاك فترة طويل وفيديو تاني عن اهم مواد اللسق الحديثة دعواتكم لينا بالتوفيق والله المجزي خيرا في الدنيا والاخرة والسلام عليكم ورحمة الله